السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بطلاب المرحلة الثانوية السنة الأولى المشتركة في مادة التفكير الناقد معكم الأستاذ طلال المهباش ومترجم لغة الإشارة الأستاذة منا أسحالي لدينا جزء أخير من موضوع هذا اليوم وهو موضوع التفكير المنطقي والمنهج التجريبي نتذكر ما تعلمناه في الدروس السابقة بشكل سريع أولاً الأهداف أتعرف على المنهج التجريبي أحدد مراحل المنهج التجريبي ثلاثة أتبين منطق الاستقراء العلمي أربعة أستخلص منطق الاكتشاف العلمي تعلمنا في الدرس السابق قصة وتعلمنا مراحل مهمة جداً نتذكرها أو نتذكر تلك المراحل الآن استراتيجيات الاستقراء التجريبي المنهجية ومراحلة ما هي مراحل استراتيجيات الاستقراء التجريبي المنهجية نتذكر ما أخذناه في الدرس السابق وقلنا أولاً الملاحظة ثانياً الفرضية ثالثاً التجريب ورابعاً صياغة القانون وقلنا لا يجوز أن أغير بهذا الترتيب لا يصح أن أضع صياغة القانون في الأول والملاحظة في الأخير هذا هو الترتيب الصحيح الآن ننتقل إلى درسنا لهذا اليوم ولدينا فقرة إقرأ أربعة سنتوقف لمدة دقيقة نقرأ هذه الفقرة قراءة صامتة ترجمة نانسي قنقر شكراً لكم للقراءة سنقرأ أنا وأنتم بشكل سريع ونضع خط عند النقاط المهمة يستخدم كل واحد منا النماذج العلمية استخداماً ضمنياً في اكتشافه الدائم أو في استكشافه الدائم وأحياناً الآلي لمحيطه وكل واحد منا يحتاج إلى منطق ومناهج علمية في علاقاته بالعالم نضع خط ونكمل وكل واحد يطبقها تطبيقاً واعياً بدرجات متفاوتة وتكمل المشكلة في أنه لا يوجد منطق واحد يكفي أن نتعلمه نضع خط وتكمل المشكلة في أنه لا يوجد منطق واحد يكفي أن نتعلمه وفي أن الأشياء ليست في غاية السهولة واليسر كما قد نعتقد للوحلة الأولى وليست النماذج العلمية حتى أكثرها قدماً يسيرة الاستعمال ولا خالية من الأخطار وهكذا لم يوجد في التاريخ منطق واحد نضع خط ولا يوجد في هذه اللحظة ذاتها لمنطق واحد ولا وجود في هذه اللحظة ذاتها لمنطق واحد لأن المنطق رهين جملة من المعارف التي نمتلكها في لحظة ما ووسائل البحث التي تتاح لنا والأهداف التي نسعى إلى تحقيقها فالمنطق ليس شيئاً ثابتاً فالمنطق ليس شيئاً ثابتاً وليس وقفاً إلى الأبد على الإنسان مطلقاً أو إلى أحد الناس المحبوظين بل هو أداة فكرية انبثقت انبثاقاً مرحلياً لسد حاجات متغيرة ومن ثم شهدت الأداة تطوراً في شكلها وأسسها وتغيرت تغيراً عميقاً في بعض اللحظات الحريجة لدينا مجموعة من الإضاءات الإضاءة الأولى استعملت كلمة النموذج في مجال علمي مخصوص هو المنطق أو الرياضيات وقد تجلى في الترميز ومنظومة الأوليات وإبداع أشكال هندسية ورسوم بيانية والنموذج العلمي آداة أو آدات منطقية ذهنية في تفسير العالم وظواهره المنطق العلمي ليس مجرد عملية إنشائية خالصة بل هو استكشاف العالم أيضاً في شكل صور افتراضية والتجربة اليوم هي إجراء فكري له أبعاد تطبيقية تتمثل في حل مشكلات الإنسان لا يمكن أن يؤسس العلم دون الاعتقاد في إمكانية إدراك الواقع والإمساك بتلابيبه بواسطة إنشاءات أو إنشاءاتنا النظرية ودون الاعتقاد في الإنسجام الداخلي لعالمنا وسيظل هذا الاعتقاد دوماً الباعث الأساسي لكل ابتكار علمي أفهم وأحلل واحد أستكمل مع مجموعة الجدول مستخرجاً أهم الأفكار الواردة وفق النص لدينا علاقة الإنسان بالعالم مناهج علمية في فهم العالم مستويات علاقة الإنسان بالعالم من وجهة علمية نظرياً وعلمياً المنطق ليس شيئاً ثابتاً المنطق متعدد ومتجدد الآن نأتي إلى منطق العلم علاقة الإنسان بالعالم السؤال هل يستطيع الإنسان أن يفكر إذا ولد وعاش في غرفة مغلقة لم يخرج منها أبداً ولم يدخل عليه أحد أبداً هل يستطيع أن يفكر؟ دعونا نؤجل هذا السؤال أو إجابة هذا السؤال إلى الشريحة التي تريها أو التي تريها أيضاً نكمل هنا علاقة الإنسان بالعالم وهذا السؤال الذي سألته قبل قليل مرتبط بالفقرة بتلك الفقرة علاقة الإنسان بالعالم علاقة الإنسان بالعالم ليست علاقة مباشرة المنطق العلمي هو استكشاف للعالم إذن هل يستطيع الإنسان أن يفكر ويكتشف ويستكشف وهو في غرفة مغلقة لم يخالط أحد ولم يكتشف العالم ولم ينظر بعينه ويلمس بيده ويخاطب بلسانه وحركاته هل يستطيع أن يكتشف العالم؟ أنا أسألكم هذا السؤال الفقرة التي تليها مناهج علمية في فهم العالم منطق العلم تعدد المنطق أو تعدد المنطق هو تعدد المناهج في فهم العالم تعدد المنطق هو تعدد المناهج في فهم العالم ووضعنا خط قبل قليل على موضوع يتحدث عن تلك الفقرة مستويات علاقة الإنسان بالعالم من وجهة علمية نظريا وعلميا دعونا نتكلم نظريا منطق العلم نظريا فهم العالم والكشف عن قوانينه أما عمليا تفسير الظواهر الطبيعية وحل مشكلات الإنسان المنطق ليس شيئا ثابتا وقرأنا قبل قليل المنطق متعدد ومتجدد نقول متعدد أو تعدد أشكال المنطق يعكس ثراء العلم تعدد أشكال المنطق يعكس ثراء العلم بالطبع أكيد متجدد تجدد المعارف تجدد الأهداف إذن نعيد المنطق ليس شيئا ثابتا وقرأنا قبل قليل المنطق متعدد ومتجدد متعدد تعدد أشكال المنطق يعكس ثراء العلم متجدد تجدد المعارف تجدد الأهداف إذن المنطق متعدد ومتجدد أفهم وأحلم بناء على ما تقدم من رصد لأهم الأفكار الواردة في النص اقرأ ثلاثة أعيد بأسلوب صياغة الأفكار الأساسية التي يؤسسها الكاتب إن المنطق العلمي هو محاولة لاكتشاف الواقع إن المنطق العلمي متعدد ومتجدد بعد قراءة النص بثمع فقرة ثلاثة بعد قراءة النص بثمع أحدد مع مجموعة حاجة الإنسان إلى إنشاء منطق ومناهج في علاقته بالعالم أعيد بعد قراءة النص بثمع أحدد مع مجموعة حاجة الإنسان إلى إنشاء منطق ومناهج في علاقته بالعالم سأترك لكم التفكير على إجابة هذا السؤال أو هذه الفقرة لمدة عشر ثواني ثم نجيب نستطيع أن نعود للنص بشكل سريع من لديه إجابة؟ نقول حاجة الإنسان إلى المنطق لاستكشاف العالم الحاجة إلى بناء منطق متعدد تأسيس منطق علمي متجدد يراعي تطور الوسائل والأهداف فقرة أربعة ما علاقة النموذج العلمي بالعالم بحسب سياق النص؟ ما علاقة نعيد ما علاقة النموذج العلمي بالعالم بحسب سياق النص؟ نستطيع أن نقول النموذج العلمي هو منهج أو منطق لتفسير العالم النموذج العلمي يمكن من التحكم في العالم النموذج العلمي بما هو منطق تقوده غايات عملية فقرة خمسة أستخرج من النص ما يثبت أن المنطق العلمي متجدد من يستطيع أن يعود للنص ويستخرج من النص ما يثبت أن المنطق العلمي متجدد؟ أحسنتم؟ أحسنتم؟ تجدد المعارف تجدد الوسائل تجدد الأهداف نعيد السؤال مرة أخرى أستخرج من النص ما يثبت أن المنطق العلمي متجدد بتجدد المعارف بتجدد الوسائل بتجدد الأهداف وهي موجودة بالنص فقرة السادسة أحاول تقديم أمثلة لدعم فكرة تجدد المنطق بتجدد العلم وهذه الفقرة أنا سأحاول أن لا أسهب لهذه الفقرة ولا أجيب إجابة كاملة بل عليك أنت عزيزي الطالب أن تحاول وتقدم أمثلة لدعم فكرة تجدد المنطق بتجدد العلم أنا سأقول وأنا إجاباتي أو إجابتي هذه ليست إجابة شاملة بل أطلب منك أن تحاول تقديم أمثلة أخرى من المنطق الصوري إلى المنطق الاستقراء في العلم الفيزيائي الحديث وتكلمنا عن هذه النقطة في الدروس السابقة من يتذكر أطلب منك عزيزي الطالب أن تأتي وتحاول وتقدم أمثلة لدعم فكرة تجدد المنطق بتجدد العلم أتدرب اثنين يقوم العلم على الجمع بين البراهين والتجارب بين القواعد والقوانين بين الفرضية والوقائع انطلاقا من هذا القول أحدد مع مجموعة دور كل من العقل والتجربة في التفكير العلمين أعيد لكي تتضح الصورة يقوم العلم على الجمع بين البراهين والتجارب بين القواعد والقوانين بين الفرضية والوقائع انطلاقا من هذا القول وحدد مع مجموعة دور كل من العقل والتجربة في التفكير العلمي ما رأيكم؟ إن العلم ليس مجرد تصورات خالصة أعيد إن العلم ليس مجرد تصورات خالصة إن المنطق العلمي لا يعتمد تجارب فقط وأنا أيضا أطلب منك عزيز الطالب أو أطلب منكم أن تكملوا حل هذا السؤال بما لديك من أفكار ومعلومات وبما درست وتعلمت في مادة التفكير الناقض نتوقف عند هذه النقطة وننهي هذا الدرس وأتمنى أن أكون قدمت لكم الفائدة وأراكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته